صانعة الاستثناء ومحتلة المرتبة الثانية في قائمة أعلى معدلات النمو في صادرات النفط بالمنطقة العربية عززت الجزائر من إمداداتها من الخام خلال الربع الأول من السنة الجارية تقرير عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك أظهر ارتفاع صادرات الخام انطلقا من الجزائر بمعدل 23 ألف برميل يوميا خلال الفترة الممتدة من جونفي إلى مارس الماضي منتقلة من 390 ألف برميل يوميا إلى أكثر من 413 ألف برميل يوميا وفقت صادرات النفط الخام صحاري بلاند الجزائري خلال الشهر الأول من السنة الجارية حجزت 480 ألف برميل يوميا في حين عرفت شهر فيفري الماضي تراجعا نسبيا في حجم الصادرات لتبلغ 366 ألف برميل يوميا لكنها ما لبثت حتى عادت للارتفاع من جديد حيث بلغت صادرات النفط الخام الجزائري خلال شهر مارس الماضي أكثر من 390 ألف برميل يوميا وعلى الرغم من تصنيفها كدولة غازية بامتياز تسعى الجزائر عبر مجموعة سونطراك رفع إنتاجها من النفط الخام لتلبية حاجياتها الداخلية من جهة ورفع صادراتها من النفط الخام من جهة أخرى خاصة بعد إعلان عملاق الطاقة الجزائري مجمع سونطراك تحقيق 6 اكتشافات نفطية وغازية خلال الربع الأول من 2023 مسجلا أعلى معدلات الاكتشافات الجديدة في العالم ترجمة نانسي قنقر